يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين رغم أن الآية الكريمة نزلت في نفر من الصحابة الكرام من الأوس والخزر كما أسلفنا إلا أن الله عز وجل وجه خطابه للمؤمنين وذلك لأن العبر ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللظة يا أيها الذين آمنوا وصدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى ممن آتاهم الله التوراة والإنجيل وتستمعون إلى ما يلقوه من دسائس يردوكم بعد إيمانكم كافرين ويضلوكم ويلقوا إليكم الشبه في دينكم لترجعوا جاحدين للحق بعد أن كنتم مؤمنين به فلا تأمنوهم على دينكم ولا تقبلوا لهم رأيا أو مشورة وتأمل معي أخي الكريم بعد أن خاطب الله عز وجل أهل الكتاب بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب أي قل لهم يا محمد خاطب المؤمنين مباشرة وذلك إظهارا لجلالة قدرهم وإشعارا بأنهم الأحق بالمخاطبة من الله تعالى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الإخبار بالله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فيردوكم بعد إيمانكم كافرين